على ذكر تعاطف الشعوب تعاطف أبناء الشعب السوري الذين يعانون شد نوع المعاناة قراء قطعاً اعتداء نظام بشر الأسد والروس وأيضاً الميليشيات التابعة لإيران والتي تتواجد في المنطقة العربية كيف رأيت هذا تعاطف؟ والله يا أخي الإخوة السوريين والإخوة الفلسطينيين الموجودين في لبنان وهم يعانون ويرزحون تحت نير ووطأة القرارات التي اتخذتها في حقهم الحكومات اللبنانية المتعاقبة وبعد شرائح من المجتمع اللبناني إلا أننا رأينا بالأمس أمثلة رائعة ونبيلة جداً رأينا فرق الدفاع المدني خرجت من المخيمات التي أصلاً لا تملك شيء أبداً ما عندهم إمكانات ولا عندهم وسائل خرجوا من مخيماتهم وهرعوا إلى بيروت لنجدة إخوانهم وليعني انتشال الأحياء من تحت الأنقاض وما شابه ذلك فكانت يعني كان الحقيقة مشهد رائع من الأخوة ومن اللحمة ومن يعني التعاون والتكامل يعني يقف الإنسان أمامه يعني موقف يقدم فيه تحية إجلال وإكبار لهؤلاء الإخوة ولنبالة أو يعني نوبل أخلاقهم الواقع الأقصادية في الوثنان